موسيقى نشرة الظهيرة أهلا بكم هذه أبرز العنوين أمطار قوية وثلوج ورياح في العديد من الأقاليم نرصد الصورة من مرتفعة الريف المكسو وثلوجا اشماعة في المركز والجهات وتعبئة ميدانية للجان مراقبة تموين الأسواق استعدادا لشهر رمضان والمسؤولون يقولون العرض وافر والأسعار إلى انخفاض مجموعة العمل المالي تخرج المغرب من اللائحة الرمادية ترجمة وتجسيدا لالتزام المملكة بتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقع السياحة الجبلية بجهة بنيملال خنيفرة يسلط عليه الضوء تحقيق الأسبوع أهلا بكم الثلوج والأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة هذه الحالة الجوية تتواصل في العديد من مناطق المملكة إلى غاية غد الأحد مرتفعات الريف من حيث نتابع هذه الصور شهدت تساقطات ثلجية كثيفة وقد توقعت نشرة إنذارية من الدرجة البرتقالية أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية أن يتراوح سمك الثلوج بمرتفعات الحسيمة بين عشر وعشرين سنتيمترا نفس المقاييس مرتبقة مرتقبة بكل من تارودانت وششاوة وتازا وقرسيف وصفرو وتنغير وشفشاون وتازا وبولمان وإفران فيما سمك الثلوج يصل إلى أربعين بكل من إفران وبني ملال وأزلال وخنفرة والحوز وورزازات وبولمان وميدلت تسجل أيضا أمطار ورياح قوية بمقاييس متفاوتة في العديد من المناطق ومن حيث تابعنا هذه الصور من مرتفعات الحسيمة ينضم إلينا مباشرة على الهواء مرسلنا فؤاد العزوزي فؤاد أهلا بك كنتم متجهين إلى جماعة السجن انطلاقا من مولاي أحمد شريف آلة الظروف أو الظروف الجوية والعاصفة الثلجية دون ذلك حالة دون ذلك كيف هي الأجواء والظروف التي رسلتموها في المنطقة وأيضا حال الطرق والمسالك التي ربما زادت زاد انقطاعها من عزلة السكان في الحقيقة زهراء برتفعات الريف شهدت منذ الليلة الماضية تولوجا وتسقطات تلجية مهمة كما توضح هذه الصور جل قمم جبال الريف اكتست اللون التلجي الأبيض قمة تدغين والتي هي أعلى قمة في سسلة جبال الريف بحوالي 2456 مترا عن مستوى سطح البحر وأيضا الجبال المجاورة كجبل الدهدوه وأيضا جبل تيزي إفري ومعظم القمم هنا في مرتفعات الريف شهدت هذا اللون الأبيض الجميل الجميل الذي يخفي معاناة السكان دائما مع حطب التدفع وأيضا مع التنقل في هذه الطرقات في هذه المناطق الجبلية ذات التضاريس الوعرة قدوما من مدينة الحسيمة كانت هناك أيضا تساقطات مطرية من الحسيمة مرورا بأجدير بأيت قامرة بجل جماعات الإقليم إلى أن وصلنا إلى جماعة مولاي حمد الشريف والتي تعرف هنا بمنطقة تيزيتشن هنا نتواجد حاليا في دوار تيدوين والذي يوجد ما بين جماعة مولاي حمد الشريف وأيضا جماعة إيساغن هنا التلوج تغطي المكان بشكل كامل درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير حيث وصلت في الليلة الماضية إلى أقل من 3 درجات مئوية ليست بذلك الإنخفاض الذي عرفته خلال موجة البرد التي شهدتها المنطقة في أواخر شهر يناير حيث وصلت إلى ناقص 7 إلى ناقص 8 درجات مئوية لكن هناك برودة شديدة جدا في هذه المناطق لكن الحمد لله التساقطات التلجية عادت من جديد بنفس الكتافة التي كانت في السنوات الماضية حيث يمكن أن نقول بأن سمك التلوج قد وصل إلى حوالي ما بين 30 إلى 40 سنتيمترا حالة الطرق الآن فؤاد حالة الطرق هل هناك انقطاعات؟ لم أسمع السؤال جيدا لأن العاصفة تمنعني من سماع السؤال لكن بالنسبة للشبكة الطرقية على مستوى إقليم الحسيمة هناك عدد من المحاور وأيضا المقاطع التي عرفت انقطاعات مؤقتة بفعل تساقط الثلوج وأذكر من بينها الطريق الوطنية رقم 2 التي تربط ما بين تيرغيست وأيضا الساجن في المقطع الطرقي خصوصا الذي يقترب من مدخل جماعة الساجن وأيضا الطريق الوطنية رقم 8 في المقطع الطرقي الرابط بين جماعة تبرانت وأيضا جماعة ابن منصر هناك عرفت تلك المقاطع انقطاعات مؤقتة بالنسبة للتلوج التي تساقطت بشكل كتيف في الليلة الماضية وأيضا صباح اليوم لكن تدخل كاسحات هو متواصل لحد الآن عيننا في هذا الصباح تدخل كاسحات التلوج لجعل الطريق مفتوحة في وجه مستعمل الطريق لكن يجب توخي الحضر عند استعمال هذه الطرقات الجبلية ذات التضاريس الوعرة خصوصا أيضا الطريق التي تربط ما بين الساجن وجماعة باب الرد في إقليم شفشاون وأيضا جماعة ابن منصر ومدينة تونات يجب توخي الحضر لأن الطريق معرضة إذا تكاتفت أو زادت كتافة التلوج في المساء يمكن أن تشهد انقطاعات لمدة ساعات لذلك يجب على مستعمل الطريق أن يتجنب الصفر إلا لحالة الضرورة شكرا لك فؤاد العزوزية اللون الأبيض أنت مكسون به أيضا وأعتقد باقي فريق القناة شكرا لك ولأعضاء الفريق كنت مباشرة معنا من مرتفعات الريف تحديدا من جماعة مولاي حمد الشريف بإقليم الحسيمة في النشر أيضا شهر رمضان المبارك يقترب وعلى بعد أقل من شهر من حلولها لسعدادات له بدأت لجنة الوزرية المشاركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار عقدت أمس بمقر وزارة الداخلية بالرباط اجتماعا وأفاد بلاغ للأخيرة بالخصوص بأنه تم خلال الاجتماع إعطاء تعليمات لجميع المتدخلين من أجل تكثيف إجراءة التنسيق واليقظة لرصد أي اختلال محتمل في تموين الأسواق ومسالك التوزيع والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري وأوضح البلاغ أيضا أن العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع أسيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك من جانبي أكد وزير الصناعة والتجارة أن أسعار هذه المواد تنحو إلى الانخفاض هي اجتماعات على مستوى المركز بالرباط توازيها أخرى في مختلف الجهات والأقاليم بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تم الوقوف على وضعية التموين بمختلف الأسواق وتم التركيز على وضعية التموين بالمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان من العيون روبرتاج يوسف ويشو زهير هنا هو اجتماع تنسيقي يسبق شهر رمضان تموين والأسعار لكافة المنتوجات التي تعرف استهلاكا واسعا خلال هذا الشهر الفضيل فأسواق العيون تتوفر على عرض كاف يفوق الطلب بحسب مسؤول وزارة الصناعة والتجارة بالعيون يتبين بأن أغلب هذه المواد التي تعرف استهلاكا ملحوظا متزايدا كمادة زبدال حليب مركز طماطم الزيوية الغذائية فهي العرض يعني يغطي الطلب بشكل كبير كما أنه من خلال الجوالات الميدانية التي نقوم بها عند تجار الجملة في إقليم العيون فقد تبين أن هذه الفئة قد مولت الصوق المحلي اللقاء شدد على أهمية تكتيف حمالات اللجن المختلطة للمراقبة ما أجل السهر على تتبع الميداني بكافة نقاط البيعة بدءا بأسواق الجملة ووصول إلى محلات التقسيط من حيث جودة المنتوجات وتحيين وضعية التمويل والأسعار حيث قامت الحد الساعة بتحرير 44 محضرا في حق المخالفين بما فيها الكياس بلاستيكي الممنوع بما فيها كذلك عدم احترام الأسعار وارتفاع وعدم الإدلاع بفواتير إلى آخره بحيث أننا كنتابعوا بطريقة يومية الصحة الحيوانية والصحة احتدية المنتوجات النباتية لأن كيف تتعرفوا أن المكتب ديانك يدخل في هذا الجوز المحاور المهمة التي تهم المواد الغذائية هي حزمة من الإجراءات والتدابر التي من شأنها أن تضمن التزويد المنتظم الأسواق بكافة المواد وكذا تتبع مسالك التوزيع بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلك خاصة في هذا الشهر الذي يتضعف فيه الاستهلاك بشكل كبير اجتماعات بالمقرات لكن أيضا جوالات ميدانية بالأسواق اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار تواصل عملها الميداني وفي إقليم الحسيمة تمت زيارة 800 نقطة بيع وقد رصدت على إتر ذلك أزيد من 48 مخالفة روبرتاج فؤاد عزوزي محمد حجوب أعضاء اللجنة المختلطة لمراقبة الأسعار يواصلون جوالاتهم الميدانية اليومية في محلات وأسواق مدينة الحسيمة الهدف رصد المخالفات المتعلقة أساسا بالزيادات غير المبررة في أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية من أجل وقف نزيف الغلاء الذي ألهب جيوب المواطنين بعض الخضار تتبين أثمنتها فترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى الوضع الآن أفضل من السابق لكن نتمنى أن تنخفض الأسعار أكثر قبل حلول شهر رمضان عشرات الجوالات الميدانية قام بها أعضاء لجان المراقبة في عدد من نقاط البيع والمحلات التجارية والأسواق على مستوى في إقليم الحسيمة تقوم اللجنة المحلية المختلطة والمكونة من مختلف المصالح الإدارية المختصة بجوالات ميدانية لتأكد من وفرة المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا في إقليم الحسيمة مع مراقبة إشهار الأثمنة وكذا جودة المواد في كل نقاط البيع وكذا الأسواق الأسبوعية منذ الثامن من شهر فبراير الجاري زارت لجان المراقبة على مستوى إقليم الحسيمة أزيد من 800 نقطة بيع وحررت زهاء 48 مخالفة على أمل أن تعود مياه السوق إلى مجرها الطبيعي والأسعار إلى استقرارها دعت وزارة السياحة المواطنات والمواطنين الذين تم انتقاؤهم في عملية قرعة الحج إلى السلام شهادة الانتقاء المسلمة من ترف السلطات المحلية وختمها لدى وكالات الأسفار المختارة من طرف الحجاج وأكدت الوزارة على ضرورة الحرص على أن تضع الوكالة نوع المنطوج وكذا المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه من أجل أداء مصاريف الحج كاملة وفي دفعة واحدة من طرف الحجاج بشبابيكي بارد بونك خلال فترات الأداء المحددة بين السابع والعشرين فبراير الجاري والعاشر من مارس المقبل لائحة وكالة الأسفار المرخص لها بتنظيم عملية الحج برسم هذا الموسم متاحة على الرابط المبين على الشاشة ترجمة وتجسيدا لالتزام المغربي بتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قررت مجموعة العمل المالي بإجماع أعضائها خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة الذي اختتم أمس في باريس قررت خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف باللائحة الرمادية قرار المجموعة بحسب بلاغ الرئاسة رئاسة الحكومة يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نتابع تقرير يونس رافق بإجماع أعضائها مجموعة العمل الماليجة في تقرر خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف باللائحة الرمادية القرار جاء بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها للمغرب ما بين السادس عشر والثامن عشر من يناير الفين وثلاثة وعشرين هذا التقرير كان قد ثمن الالتزام السياسي الراصخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ووفاء المملكة التام بجميع التزاماتها في الآجال المحددة البلد الثاني الذي خرج من القائمة الرمادية هو المغرب المغرب التزم بكل البنود في خطة أعمله وكان المغرب قد حرصت في السنوات الأخيرة على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال باعتماد مجموعة من مشاريع القوانين فيما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات التدابير المتخذ من طرف المملكة ركزت على حزمة من الإجراءات التشريعية التنظيمية والتحسيسية والرقابية وخلف القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس يعمل المغرب على ملاءمة نصوصه في هذا المجال مع المعايير الدولية بما يتماشى مع تطورات محدثة ضمن توصيات مجموعة العمل المالي غافي بهدف مصاحبة التطورات الدائمة التي يعرفها النظام الدولي لمكافحة غسل الأموال خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي من شأنه التأثير بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتنقيط البنوك المحلية كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصادي الوطني لمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع يحضر معنا ضيفا هنا في الأستوديو أحمد سيد أحمد جدري المحلل الاقتصادي أهلا وسهلا بك سيد جدري دعنا أولا نعرف بهذه المجموعة مجموعة العمل المالي ما هي مهامها وموقعها دوليا مجموعة العمل المالي قافي هي واحدة منظمة شبه حكومية العمل الأساسي هو أنها تعطي واحدة تقييمات المجموعة من الدول كل ما يتعلق بمكافحة غسيل أموال كل ما يتعلق بمحاربة تمويل الإرهاب وكل ما يتعلق بانتشار تسلح وبالتالي فإن المعايير التي تقوم بها هذه المنظمة العمل الدولي يجب على مجموعة من الدول أنها تلتزم بها بشكل عنده واحد تنقية لو أساسي وبالتالي المؤسس اللي التي تأخذ تنقية العالمي سنوقن القدال الدولي ومجموعة المؤسسات تأخذ بعين الاعتبار التنقية التي ي содعين في الدول عند مجموعة العمل المالي وبالتالي مثلا من النميك المغرب في اللائحة الرما weighted هذا الأمر كان عنده واحد تأثير مع السنوق النقاد الدولي مع مؤسسات الاعتماع وبالتالي فإن هذه المعايير التي تقوم بها مجموعة العمل المالي يجب على مجموعة المئات الدول يقوموا بها لكي يكون قصادهم في وضعية سليمة المغرب كما قلنا كان في المنطقة الرمادية خرج فعليا من المنطقة الرمادية ما الذي يعني هذا التصنيف تصنيف المنطقة الرمادية وما الذي أتاح للمغرب مغادرة هذا التصنيف بإجماع أعداء المجموعة ما الذي فعله المغرب عمليا حتى يخرج من المنطقة الرمادية المنطقة الرماديية هي كنقول بأن واحد دولة يعني في كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب كل ما يتعلق بغسيل الأموال وإنشارة السلوح بضلاجة أقل هذه الدولة كنقول بأن هذه هي إجراءات لكنها إجراءات هي غير كافية وبالتالي لا نصنفوها في الخانة الخضراء أو مثلا في خانة ستوداء كنتقل ما بينين يعني في الخانة اللائحة هي الرماديية المغرب اليوم خاصة واحد متابعة معززة كانت قوفة الأمور هذه نحن من 2021 إلى اليوم المغرب يعني طريق البنك المركزي ومجموعة الإجراءات الحكومية قمنا بواحد مجموعة من الإجراءات التي قمنا بها في السلالة القانونية دينا في السلالة النقلية دينا في السلالة المالية اليوم مثلا كنعز المراقبة دي المعاملات المشبوهة حتى أنا مثلا اليوم إلى واحد شخص عادي مشاهدة البنكة بقى مثلا واحد مئتين ألف درهم أو تبيت ألف درهم ما كانت اليوم بإمكان درهم كيسولوا هذه الأموال من إنجتيها فينها ستمشي مجموعة من الإجراءات منك نشوفوا مثلا واحد حساب بنكي مثلا واحد شخص أو واحد مقاولة كيأتي واحد مجموعة من المداخل ممكن أن نعرفوا مصدر ديالها هذا الأموات كيخلي وبتالي الأمور هذه مشي نفتجها ديالها اليوم كذلك كان نعاقب المؤسسات الخاصة لما كانت تسجبت لمعايير هذه وبتالي مجموعة العمل المالية مجموعة المغرب وزارت يعني مؤسسات البنكية وبنك المغرب ومجموعة قطاعات الحكومية بلية بأن على أرض الواقع كي نهت الأجراءات هذه وكي نهت أمور أخرى اليوم أكثر من ذلك ممكن نحزه على الممتلكات أو الأموال لأحد الأشخاص اللي هم مشبوهين أو مقاولة المشبوهة وبالتالي مجموعة العمل المالي من زارة المغرب شابت بأجراءات كلها الدارت في المغرب ورفعت تقرار ديالها المجلس التنفيذي ديالها وبالأمس تم القرار بالإجماع لأعضاء ديالها بخروج الرمادية عملنا لأجل ذلك عملت المملكة لأجل ذلك ما الذي تجنيه إذن وتكسبه من خروجها من هذه المنطقة الكثير سوف نجني الكثير من الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي أولا أول حاجة هو أن المغرب يتمتع بواحد استقرار وهو مهم وعدنا مناخذ الأعمال وهو مهم في المغرب ولكن تلقيت ديالنا لحسن حظ ديالنا أنه خلال السنوات الماضية بقى في تلقيت لهو مزيان اليوم منك الخرج من اللائحة الرمادية لا يمكن تلقيت مملكة المغربية إلا أنه يرتافع عن هذه الناس وبالتالي يعني غداء أو بعد غداء منها سنخرجوا باش ناخدوا واحد الاقتراض مثلا السنوات الماضية الحكومة ما خرجش الاقتراض من السوق الخارجية لماذا؟ لأنها تسنات الخوج من اللائحة نخرجوا قد عند واحد مؤسسات مالية للأتيمان باش ناخدوا واحد قروض هذه المؤسسات ستأخذ بعض الاعتبار بأننا نقاش لأحرام هذه وناخدوا واحد قروض بأمور تفضيلية وبالنسبة فائدة تناسب واقتصاد المغرب الأمر الثاني وليه مهم جدا هو أن اليوم المغرب يعزز قوته التفاوضية مع سنوات النقد الدولي بحيث أن نغداء من غمشون تفاوضوا على سنوات واحد الخط مالين اعتماني يستعمل بحاله ببنى الجائحة هذا أحسن منه بدون سقف محدد لأحد المجموعة من الأموال سنناخدوا بإجراءات أخرى وبدون ضغوطات من طرف سنوات النقد الدولي والأمر الثالث وليه مهم جدا هو أن المستثمري الأجاني غي يجيب المغرب لأنها تتاقة الزلبي لأنك يشوفوا واحد دولاء ما ينشفوا لأحراما ذي لأن اليوم ما يمكنشوا واحد المستثمير أن يجي في واحد البلاد اللي فيها واحد تسيل عنده الأموال بغير غير تضييض ديالها وبالتالي الربح والتنافسية لا تكونوا حال بحال المستثمري الأجاني يسرون على أنهم يجيبوا إستماعاتهم في بلدان لما فيها هذه الأمور اليوم الحمد لله أن المغرب خرج من هذه الأحرام وهذه الأمور سوف تعود بالنفع الاقتصاد وطني وسوف تعز صلابته خلال السنوات القليلة المقبلة شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات المستفيدة السيد محمد جدري الخبير والمحلل الاقتصادي شكرا لك مرحبا ينتخب النيجيريون اليوم رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيس الحالي محمد بوهاري الذي لم يترشح في أعقاب قضائه ولايتين متطاليتين في الرئاسة لا يسمح أو لا يسمح الدستور النيجيري بثالثة بعدها ترشح لهذه الانتخابات ثمانية عشر مرشحا وسيتم خلالها أيضا اختيار نواب وأعضاء مجلس الشيوخ وقد دعي إلى صناديق الاقتراع أكثر من سبعة وثمانين مليون ناخب سحبوا بطاقاتهم الانتخابية من أصل ثلاثة وتسعين مليون ناخب يحصيهم هذا البلد الأكبر من حيث تعداد السكان في القارة الإفريقية والأكبر من حيث الاقتصاد وإنتاج النفط نشرة الظهيرة متواصلة فيها أيضا واقع السياحة الجبلية بجهة بن ملال خنيفرة موضوع تحقيق السبت الوداد يمتصر والرجاء يستعد لمباراة هدفها التمسك بالصدارة جديد ممثلي المغرب في عصبة الأبطال الإفريقية كما أشرنا في العنوين تحقيق السبت يسلط الضوء هذا الأسبوع على واقع السياحة الجبلية بجهة بن ملال خنيفرة تحقيق السبت من إنجاز حسن لحمدي منتج عن سياحي فوق جبال الأطلس المتوسط المحادية لمدينة بن ملال أحمد يمين وضع اللبن الأولى لهذا المشروع قبل عشرين سنة استثمار يقارب المليار سنتيم لكن التنشيط السياحي في المرتفعات يصطدم بعيدة إكراهات أولا نحنا بعد ذلك المشكلة للضوء الضوء نقص الماء تكون نقص فقط الصيف وطيقصنا ترونسبور نقل هذه البلاصة نحن بعاد ليس بعاد بزاف هذه بعادة عن المدينة بربعة كيلومتر من عينة سردون وما عندنا لا طوبيس لا نقل لا تاقسيات الأولو إلى جانب ذلك هناك مشكل غياب الربط بشبكة الهاتف النقال والإنترنت وهي عوامل تحد من جاذبية السياحة الجبلية رغم تواجد مطار دوليين بمدينة بن ملال إلا أن ذلك لم يستجب لطموحات المنعشين السياحيين سواء داخل المدينة أو في المناطق الجبلية ياسين الشحتي يدير التعاون للتنشيط السياحي في الجبل زيارته لمطار بن ملال هو لعقد لقاءات مع السياح الراغبين في اكتشاف الجبل ومختلف الأنشطة الريادية أما بسفح الجبل مهني الفندق ببن ملال يعيشون شبع عزلة سياحية نذهب حميدي مديرة فندق على مقربة من المطار ينشط هذا الفندق بتزامن مع موسم القفز بالمضالات في الفترة الممتدة ما بين شهر دجمبر وشهر مارس عمر بازني مؤطر وطيار عسكري سابق يشرف على البطولة الدولية للقفز بمضالات مطار بن ملال يعتبر عاشر مطار دولي متخصص في هذا النوع من الريادات استقطاب السياح يتطلب حملة إشهارية بالدفع الشمالي للمتوسط يوجد المسارف لكي يأتي للتوريزم ولكن عندما يأتي الوزارة السياحة في الريجون يمكن أن يقوموا لكي يقوموا لكي يقوموا لكي يقوموا لكي يريدونهم الكل يتساءل عن دور المجلس الجهوي للسياحة والوزارة الوصية في تحسين صورة المنطقة والرفع من عدد السياح في جهة عد واحدة من بين أجمل جهات المغرب من خلال هذه الأنشطة نحاول الترويج للسياحة في هذه المنطقة الجميلة أن نعمل على استقطاب السياح المحليين والأجانب كذلك جهة بني ملال خنيفرة تتميز بغينة طبيعي وأيكولوجي واليوم تستعيد أنفسها بعد تعزيز المنطقة بمشاريع تنموية لا يمكن لأي وجهة سياحية أن تصل مرحلة النج بدون ربط جوي وفي هذا الباب هذا السلطات الولائية وباقي الشركاء المؤسستيين فيما تم شهر غشت من سنة المقبلة إن شاء الله سيتم الانفتاح على مجموعة من الوجهات الأجنبية فهناك مجموعة من المفاوضات مع مجموعة من الشركاء الآخرين من أجل الإعداد لرحالات داخلية كتربط جهة بني ملال خنيفرة بباقي جهات المملكة أيضا تجهيز المجال الجهوي وتأتيته بمختلف البنيات التحتية كما يتم التفكير في ربط بني ملال بخط سكاكي انطلاقا من مدينة خريبغا في انتظار ذلك يبقى الطيران الخفيف المرتبط بالقفز بالمضلات الركيز الأساسي في التنشيط السياحي مهني المنطقة يراهننا على الترويج الداخلي والخارجي للمنتوج السياحي منتوج يزاوج بين سحر الجبل وغنى الترات الإنساني عقد هنا بمقر القناة الثانية بدر البيداء الجمع العام العادي لنقابة شغلة القناة خلال اليومين الماضيين وقد توج أمس بانتخاب مكتب نقابي جديد محمد إسراء نقابة مستخدمي القناة الثانية تعقد شمع العام العادي الثامن وفي شدول الأعمال عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وكذلك تضارس العديد من النقطة المرتبطة بتحسين وضعية المستخدمين والدفاع عن المكاسب التي حققتها القناة على مستوى المشهد الإعلامي الوطني هذا الجمع العام العادي تامن يجي في إطار تجربة النقابية المتميزة لنقابة المهنيين ديال الدوزام اللي قربت تصل 30 عام ده بدأت تجربة اللي ساهمت بشكل كبير في تحرير الإعلام بشكل عام تأكيد على الدفاع على المكتسبات ديال الشغلة أمام أي تحديات يمكن يجيبها المستقبل الحزم أو التفاني في العمل من أجل إنجاز المهام والمشاريع ديال القناة التانية والنهوض بها أشغل الجمع العام العادي توجد بتجديد هيكل النقابة بإجراء انتخاب المكتب المحلي انتخابات عرفت مشاركة واسعة من طرف المستخدمين اليوم كانت المشاركة ديال الإخوان والزملاء والزميلات كانت شفافة قامت شغيلة القناة التانية بأطورها ومستخدميها في انتخاب أعضاء المكتب جديد المنضوي تحت الواحي اتحاد المغربي للشغل محطة أخرى اليوم أكدت فيها شغيلة القناة الثانية على الوعي الديمقراطي الكبير الذي تأسس منذ إنشاء القناة الثانية منذ إنشاء نقابة القناة الثانية ليمتل أكثر تمتيلها نظن أن اليوم أكدنا مرة أخرى على التلاحم بين الشغيلة وبين نقابتها يبلغ عدد أعضاء المكتب المحلي خمسة عشر عضوا تم انتخابهم من أصل تسعة وتلاتين قدم ترشيحهم والغاية النهوض بتحسين أوضاع مستخدم القناة الثانية وتحصين المكتسبات ونحتم نشر بالنبأي الرياضي محاولا استدراك خسارته في المباراة السابقة وتحسين ترتيبه فاز الوداد الرياضي على بيترو أتليتيكو بهدف للشيء في مباراة التي جمعتهما أمس على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دوري المجموعات لأبطال إفريقيا لكرة القدم وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب يحيى جبرا وارجاء الرياضية الذي يمثله الآخر الكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا يسعى إلى التمسك بصدارة المجموعة الثالثة باستغلال عامل الأرض والجمهور وهو يستقبل حورية كوناكري الغني في مباراة تجمع الفريقين مساء اليوم برسم الجولة الثالثة من هذه المنافسات روبرتاج عبد الرحيم عبيد تحرير هشام غرفاوي الرجاء الرياضية من فرصة لتأكيد الصحوة الفريق الأخضر وبعض انتصارين متتاليين يسعى لتزكية صدارته في ملعبه وأمام جماهيره عناصر رجاء أجرت آخر حصة تدريبية زو الأمس قبل المواجهة والأعين مصوبة نحو غيابة الفريق مدرب رجاء منذر الكبير يدخل المقابلة متسلحا بخبرته القارية وهو على دراية بقوة خصمه في الملعب الأفريقية طامحا في خطف ثلاث نقاط ترحه في باقي مواجهة دور المجموعة بحكم معرفتي للشامبينز ليك ومعرفتي للطبيعة المقابلة تذوما التركيز يجب أن يكون على شنية الأشياء التي تعملها باش تنتصروا بالمقابلة بالمقابلة اليوم باش نعم بضد أن أدفرسير كورياسا أدفرسير عنده إمكانيات ويجب أن نكون جاهزين على المستوى يجب أن تركيزنا يكون على المقابلة هذه ليست 100% 200% خطر رجاء فريق قاعد يتكون فريق قاعد يربح في الوقت شفتوا يكونوا من شهر شهر رجاء قاعد طالع في المستوى هذا ما جاء وزار جاء بالنفسيسما نتعلم لعبية بالتركيز نتاحهم بسريع الرجاء رياضي حوريا كونكر الغيني مباراة عنوانها الإثارة والتشويق على ملعب محمد الخامس وكل طموح لخطف النصور لثلاث نقاط تبقه منفردا بصدارة في ختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها أمطار قوية وثلوج ورياح في العديد من الأقاليم رصدنا الصورة في النشرة من مرتفعة الريف المكسوى ثلوج اجتماعات في المركز والجهات وتعبئة ميدانية للجان مراقبة تموين الأسواق استعدادا لشهر رمضان والمسؤولون يقولون العرض وافر والأسعار إلى انخفاض مجموعة العمل المالي تخرج المغرب من اللائحة الرمادية ترجمة وتجسيدا لالتزام المملكة بتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع تحقيق السبت هذا الأسبوع واقع السياحة الجبلية بجهة بن ملا الخنفرة لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزام.م أو تطبيق ماي دوزام على الشاشة الأنباء متواصلة بعد هذه النشرة بالأمازيغية أنفسوار ويكاند مع ودي عددة والمسائية تقدمها رحمة الحنوي في التاسعة إلى ربع شكرا على المتابعة إلى اللقاء